هل الوجود الواحد يقبل القراءات المتعددة أم لا كل موجود نضع أيدينا عليه هل يقبل تفسيرات متعددة وقراءات متعددة أم لا الموافق للفطرة الإنسانية والموافق لمنطق الوجود أن كل موجود يقبل القراءات المتعددة لأن الوجود يحمل ألوانا مختلفة ويحمل زوايا متعددة ونتيجة لتعدد ألوان الوجود وتنوع زواياه فمن الطبيعي أن يكون للوجود الواحد تفسيرات متعددة وقراءات متعددة حتى أبين هذا الموضوع بشكل واضح أتعرض لما يذكره الفلاسفة من أن كل موجود يقبل نوعين من القراءة قراءة ملكية وقراءة ملكوتية ما هو الفرق بين القراءة الملكية والقراءة الملكوتية هذا الكون الذي نعيش فيه يتضمن عنصرين عنصر ملكي وعنصر ملكوتي العنصر الملكي هو العنصر المادي كل موجود له أبعاد طول عرض عمق زمن هذه الأبعاد تشكل العنصر الملكي للموجود والعنصر الملكي أشار إليه القرآن الكريم بقوله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير أما العنصر الملكوتي فهو عبارة عن العنصر المعنوي والغيبي من كل شيء كل شيء له عنصر مادي له عنصر معنوي له عنصر مادي له عنصر تجريدي فالعنصر التجريدي يسمى بالعنصر الملكوتي الآن مثلا الصلاة التي نصليها هذه الصلاة لها عنصر ملكي مادي وهو عبارة عن حركة الركوع والسجود والذكر والقراءة ونفس هذه الصلاة لها عنصر ملكوتي عنصر معنوي تجريدي وهو ما يعبر عنه القرآن الكريم إن الصلاة تتنهى عن الفحشاء والمنكر تأثير الصلاة في الردع عن الفحشاء والمنكر هو العنصر الملكوتي للصلاة إذن الصلاة لها عنصر ملكي لها عنصر ملكوتي وقد أشار القرآن الكريم إلى العنصر الملكوتي بقوله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بما أن لكل شيء ملك وملكوت عنصر مادي وعنصر تجريدي إذن كل شيء يقبل قراءتين يقبل تفسيرين تارة نقرأه من خلال عنصره الملكي تارة نقرأه من خلال عنصره الملكوتي إذن الموجود الواحد يتحمل قراءتين ويتحمل تفسيرين أضرب لك مثال أنت عندما تأخذ كتاب معين كتاب ورقي هذا الكتاب الورقي يمكن أن تقرأه بقراءتين قراءة مادية ملكية كم عدد أوراق الكتاب ما هو نوع الخط في الكتاب ما هو نوع طباعة الكتاب هذه كلنا نسميها قراءة ملكية قراءة مادية ويمكن أن تقرأ الكتاب بنوع آخر من القراءة ما هو مضمون الكتاب ما هو الهدف من تأليف هذا الكتاب ما هي الآثار الإيجابية أو السلبية التي تترتب على قراءة هذا الكتاب هذه تسمى قراءة ملكوتية كتاب واحد يمكن أن تقرأه تارة بقراءة مادية وتارة بقراءة معنوية تارة بقراءة ملكية تارة بقراءة ملكوتية تنوع القراءتين للموجود الواحد أمر تقتضيه طبيعة الوجود طبيعة الوجود تقتضي تعدد الألوان تعدد الزوايا تعدد الجهات ونتيجة تعدد الألوان يتحقق تعدد القراءة لذلك الفلاسفة يقولون من الضروري لكل إنسان أن يقرأ الموجودات بنوعين من القراءة قراءة ملكية قراءة ملكوتية فلا أضرب لك أمثلة للتوضيح أكثر مثلاً عندما نأتي لهذا الكون كيف نقرأ هذا الكون تارة نقرأه قراءة ملكية مادية نجي لما يطرحه الفيزياء لما تطرحه الفيزياء الثابت الكوني ما هو هل الثابت الكوني يقتضي أكوان متعددة أم كوناً واحداً هذه قراءة مادية ما هي مقدار المسافة بين الأرض والشمس ما هو مقدار الغلاف الجوي المحيط بالأرض هذه كلها قراءات مادية قراءات ملكية لكن عندما نأتي للقراءة الملكوتية قراءة الملكوتية تقول إن للكون أبعاداً أربعة عليك أن تقرأه من خلال هذه الأبعاد الأربعة البعد الأول هل لهذا الكون مبدأ أم لا هل لهذا الكون مبدأ حكيم أم لا هذا البعد الأول مبدأ الكون البعد الثاني هل أن هذا الكون يشتمل على نوعين من الوجود وجود مادي ووجود مجرد أم يشتمل على نوع واحد هذا البعد ثاني البعد الثالث هل أن وجودات الكون متناثرة مستقلة أم مترابطة يعني هل الكون أسرة واحدة يكمل بعضه بعضاً أم جزر مستقلة لا تلتقي ولا تترابط هذا البعد الثالث البعد الرابع هل أن مسيرة الكون الكون قاعد يسير قاعد يمشي هل أن مسيرة الكون مسيرة هادفة واعية أم مسيرة بلا هدف طيب هذه الأسئلة الأربعة ما تقدر تكتشفها من علم الفيزياء تحتاج إلى علمنا آخر تحتاج إلى قراءة أخرى وهو علم الفلسفة علم الفيزياء يجيبك عن القراءة المادية يجيبك عن القراءة الملكية أما القراءة الملكوتية هل الكون مبدأ هل مسيرة الكون هادفة هل الكون مجرد ومادي هذه الأسئلة المتعلقة بالقراءة الملكوتية يجيب عنها علم الفلسفة وليس علم الفيزياء إذن هذا الوجود الذي نحن نعيش فيه له ألوان متعددة فيمكن قراءته بقراءات متعددة قراءة ملكية قراءة ملكوتية كما مثلنا نجي إلى مثال ثالث أنا أستخدم التوضيح أكثر حتى تتضح الفكرة نجي إلى مثال ثالث الإنسان كيف نقرأ الإنسان نجي مثلين إلى زاوية محددة من الإنسان دماغ الإنسان هذا الدماغ الدماغ تارى إحنا نقرأ قراءة ملكية مادية وتارة نقرأه قراءة ملكوتية كيف؟ الدماغ يتكون من أربعة فصوص فص جبهي هذا الفص فيه مركز الحركة حركة الإنسان فص جداري هذا الفص فيه مركز الإحساس بالرسائل باستقبال الرسائل من الجسم فص صدغي هذا الفص مسؤول عن الشم الذوق الشمع فص مؤخري هذا الفص مسؤول عن الإبصار حركة الإبصار لدى الإنسان عندما تقرأ الدماغ من خلال أن هذا الدماغ يتكون من فصوص أربعة من أجزاء أربعة لكل جزء مهمة لكل جزء دور ووظيفة هذه تسمى قراءة ملكية قراءة مادية أما عندما تسأل هل الإدراك شيء مجرد أم شيء مادي أنا الآن أدرك كالآن أمامي تسمع المحاضرة معلومات تدخل في ذهنك وتدركها إدراكك للمعلومات هل هذا شيء مادي أو شيء مجرد أو شيء مجرد عن الماد طيب هذا السؤال هل الإدراك مجرد أم الإدراك مادي من الذي يجيب عليه ما يجيب عليه علم الفيزياء ولا علم الطب هذا يجيب عليه علم فلسفة لا يجيب عليه لا تجيب عليه القراءة الملكية تجيب عليه قراءة الملكوتية تحتاج إلى علم آخر يركز هل أن الإدراك وجود مادي أم وجود مجرد تجي إلى الفلاسفة فلاسفة يقولون كل مادي يقبل الإنقسام ما في شيء مادي ما يقبل الإنقسام كل شيء مادي تضع يدك عليه من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة من الجسيمات تحت الذرية أي شيء مادي هو يقبل الإنقسام يقبل الإنقسام إلى جزئين هل الإدراك يقبل الإنقسام حتى نتعرف على أن الإدراك مادي أم غير مادي لابد ندرس الإدراك من هذه الناحية هل الإدراك إدراكي للفكرة إدراكي للمعلومة هل هذا الإدراك يقبل الإنقسام تقدر أنت تقول هذا الإدراك إلى فوق إلى تحت إلى يمين إلى شمال أو لا ما يقبل الإنقسام إذا لم يقبل الإنقسام إذن ليس شيئا ماديا بل هو مجرد إذن الذي نريد أن نقول أن نتعدد القراءات قراءة ملكية قراءة ملكوتية قراءة فيزيائية قراءة فلسفية تعدد القراءات تعدد القراءات للوجود الواحد هذا أمر طبيعي يفرضه الوجود أصلاً الوجود يقول لك أنا متعدد الألوان متعدد الجهات فقرأني بقراءات مختلفة وفسرني بتفسيرات متعددة زين اتضح هذا المحور ذكرناك مقدمة للمحور الثاني نجي إلى المحور الثاني ترجمة نانسي قنقر